اتفضل مولانا ربنا قال في القرآن فاعفوا اصفحوا انا كبني ادم متجوز شفت مراتي بتعمل كده اول حاجة هتبدو اللي زهن ان انا شك فيها طول حياتي بقى هعيش مع الام حلين اطلقها او اعيش مع واحدة غريبة في البيت مش عامل لها اي استعناء انت اللي جبته لنفسك انت اللي عملت في روحك كده هو ده اللي احنا عاديين نحذر ونعلي الصوت ونقول يا جماعة بلاش كده ده مش الطريق الصحيح ده اللي ما فيهش الهداية بتاعت ربنا اللي انت جبته لنفسك فعلا كلامك صح هتقع المحتار هتولع ولو طفتها لغاية بالليل هتولع بكرة الصبح طيب ما انت اللي عملت كده ماذا تفعل هتطلقها يعني خراب البيت وكب الزيت وتشريد الاولاد يعني انت فتحت على على نفسك او هي فتحت على نفسها باب جهنم كل ده من شهوة خبيثة اسمها شهوة المعرفة فيجب علينا قبل ما نعمل المصيبة دي ان احنا نعرف ايه اللي بيترتب عليها فاذا كان ما عندناش وازع من الحكمة والعقل وضبط النفس والمبادئ العليا يبقى عندنا خوف من ما يترتب عليها من مصيبة نعم اشتركوا في القناة